سابقا تعلمنا أسماء الإشارة تعلمنا how to talk about مفرد مذكر قريب or بعيد ومفرد مؤنث قريب وبعيد مثنى مذكر قريب ومثنى مؤنث قريب مثنى مذكر ومؤنث بعيد and وجمع مذكر ومؤنث قريب وبعيد جملة اليوم هي الطالبة مع معلمتها في الصف الطالبة مع معلمتها في الصف I will remind you again to pause the video and read it out loud الطالبة مع معلمتها في الصف Now if it was الطالب not الطالبة if it was مذكر الطالب تلبي مع معلمته not مع معلمتها her here as you see in the colors it's her so it's for الطالبة not الطالب خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا جميعا صباح الخير أو مساء الخير أنا عز الدين وأنتم تشاهدون learn اللغة العربية مع زد كيف حالكم اليوم السبت اليوم السبت اليوم سوف نتحدث عن الأشياء عن الأشياء هل ترى كيف كان الولد مدرسة يمكنك أن يصل إلى المدرسة كما هذا؟ لماذا؟ الآن لدينا هذه الثلاثة الولد بلانك إلى المدرسة كيف أن أTR從게 هذه الثلاثة 주고 إلى المدرسة فيها؟ فلت�� trial بهذا decent عما ترى هنا في جسير ما hike ماга مثل الكثير مندل نعم نستخدم أشياء under المدرسة تم تحرير نعم هذا وذلك Weather أم تنشياء لذا تحمي الولد يذهب إلى المدرسة ولا يصل hoch يذهب إلى المدرسة وأيضм هل يمكن تذهب إلى المدرسة الآن هذا يذهب يسميه فعل وفي العربية الفعل يمكن أن يكون ماضن أو مضارع أو أمر إنه مضارع أو مضارع هذه الأكتغرية تقنية على كيف نقوم بذلك وليس عن التنس في التنس لدينا التنس لدينا التنس سوف نتحدث عنها في هذا الوقت ولكن الآن نتحدث عن كيف نقوم بذلك أو كيف نقوم بذلك من آخر هنا هناك مضارع في الوضع الماضي الفعل الماضي كتب الطالب كتب الطالب فعل مضارع يكتب الطالب جن تفكر على الماضي الوضع من الآن نتحدث عن الفعل الماضي والمضارع الغذر غذر 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 تقبل في العربية نوضع افعل الماضي كفل أو فوق الوفاب اتذكر للغذر غذر غذر في الفيديو 1 في المتابعة المتحدث كانت في العلماضي سأرألكم هذه القصية أردكم بقتحري كان للغذر غذر ولكنهم تخطون لذلك سمعهم بعدها ولكن سأرألكم هذه الصناعات فتحة في خلال الماضي وضمّا في النهاية في فعل مضارع كما يتبعون في فعل ماضي وفعل مضارع تنسي و تنسي و تنسي عندما يأتي في النهاية في النهاية وفي النهاية الثاني هو النهاية في فعل مضارع سيكون أحد من هذه الأسفل التي تستخدمون أحدهم كـING سوف نتعلم عنها في الفيديو ولكن إذا ترى أن ترى أسفل يبدأ بأحد من هذه الأسفل أَنَا يَا تَ This verb will be فعل مضارع So for example we have the verb قرأ It is past tense فعل ماضي يقرأ present tense فعل مضارع كتب past tense فعل ماضي يكتب present tense فعل مضارع أكل فعل ماضي يأكل فعل مضارع ذهب فعل ماضي يذهب فعل مضارع ضحيك فعل ماضي يضحك فعل مضارع Did you notice anything? Yes, all of them have the same rhythm except ضحيك All of them have قرأ كتاب All of them with fatha Except ضحيك We have ضحيك ضح with fatha Then حي with kesra Then ك with fatha So when we have the rhythm of قرأ كتب أكل ضحيك Like this This will be mاضي And when we have the rhythm of يقرأ يكتب يفعل This will be مضارع As here for example We will have فعل means did يفعل means doing This is the rhythm Also this is in general Later we will learn more complicated verbs But now I want you to understand it like this Now the good news I want to tell you here Is we don't have verb to be in Arabic We have it But we don't use it obviously in the sentences So let's see how can we make sentences We have this sentence يقرأ الولد الكتاب Or الولد يقرأ الكتاب Both of them They have the same meaning As we said before In Arabic we can start with the noun Or with the verb Both of them will give the same meaning of the sentence But each one of them will have some structures We will talk about them later We will talk about them later Now if I want to use verb and noun And the object I will say يقرأ الولد الكتاب Or الولد يقرأ الكتاب Here we have يكتب الولد على الطاولة Or الولد يكتب على الطاولة Next we can use يأكل الولد في البيت Or الولد يأكل في البيت يذهب الولد إلى المدرسة أو الولد يذهب إلى المدرسة يدرس الولد في المدرسة أو الولد يدرس في المدرسة Now I can use aina as question word or question tool as we learned before أين يدرس الولد؟ يدرس الولد في المدرسة إلى أين يذهب الأب؟ يذهب الأب إلى العمل ماذا تفعل؟ أنا ألعب Today I want you to write two things in the comments The first thing I want you to write the meaning of these colors The green, red and yellow What do they mean? Don't write about the black, it's not important right now So today we learned about al-fa'l in Arabic We learned about al-fa'l al-madi and al-fa'l al-mudara' The past tense The past tense The present tense We learned about the rhythm of each one And how they end in general Now the second thing I want you to write in the comments I want you to make sentences Contains third, fa'l, wa, ism No